طب حدودك لديك معلومات عن هذا الاجتماع يعني قرب احتمال حدوثه وممكن القضايا اللي هتناقش هو مصر حاليا في إطار الاجتماع ده بتنصخ مع جميع الفرقاء السودانيين بشكل أساسي خاصة المجموعات المدنية سؤال الحرية والتغيير وكل المجموعات السياسية المجموعات السياسية وما هو النهاردة عايز أوصل لحالك حاجة القوتين اللي بيتنحروا قوات في الأول وفي الأول وفي الآخر قوات عسكرية في الأصل فالمجتمع المدني بعيد عن هذه الأزمة بشكل أساسي والمجتمع المدني هناك هو الضحية في الأزمة الشأن بشكل كبير جدا وهو اللي بيعاني وعلى فكرة تبعات هذا الموضوع برضو لها تأثير سلبي علينا احنا كمصر بشكل أساسي لإني زيادة عدد اللاجئين أعتقد الاقتصاد المصري مش هتحمل فكرة زيادة اللاجئين بشكل أكتر من كده طب إيه أهم الملفات اللي ممكن تبقى موجودة على طاولة اجتماع زي ده هو أهم الملفات هو أولا هو من المبادرة الخاصة بإسكاة البنادق بشكل أساسي إن احنا نوقف إطلاق النار بشكل أساسي بعد النوع نتكلم يعني نوقف الدم الأول نوقف إطلاق النار فكرة كويسة دي الفكرة اللي هي مصر بتشتغل عليها بشكل قوي جدا إن هي تضغط على قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتطمع الأطراف المتنحرة في فكرة وقف إطلاق النار ثم البدء في حوار هذا الحوار مش هيكونوا هم هيكونوا مجرد طرفين فيه بس في أطراف أخرى سوف تكون مدنية في هذا الحوار بس بعد وقف المرحلة الأولى المرحلة الأولى يعني هل حضرتك بقى بخبرتك طويلة في العمل الأفريقي وطريق التفكير أو العقلية المستخدمة في السودان لصالح أطراف خارجية هل من السهل إقناع حمدتي بإنه يوقف ده فلوس جياله وتهم جياله لأنه هو لو وقف هيبتدي يتحسب كمجرم حرب ولو اندمج في الجيش قائد الجيش هيحسبه حضرتك بتقول إنه هو من ساعة متوجد من أيام عمر البشير وهو أصلا دم فهل بقى مثلا في الحوال ديت بيعملوا بقى بيسموه إيه اللي عملونه وزارة مخصوص ده اللي هو بعد الثورات والانقلابات فبيعملوا حاجة مخصوص كده عشان إيه عشان يوأموا ما بين المذاهب واللي موجودين ويقولوا بقى عفا الله عما سلف ونتدي بقى من جديد وكده إيه توقعك للشكل السودان أتوقع إن محمدتي لازم هيوافق على وقف إطلاق النار في المرحلة المقبرة لعدة أسباب لأن أول تحدي قدامه إن القوة اللي بتدعمه مش هتفضل تدعمه طول الوقت بشكل أساسي هيبقى النهاردة إحنا فيه طرف ثالث لم يتدخل في الصراع وهو الطرف الخاص بالمجتمع المدني أو الشعب السوداني لم يتدخل فالنهاردة الشعب السوداني لو تكاتف مع الجيش هيبقى فيه خطورة على موقف حمدتي وده اللي هيحس بيه خلال الأيام القادمة فبناء عليه أنا شايف إن الضغوط اللي هي بتمارس في هذا التوقيت على وهيقول لك ما هو عمال يموت فيهم ولا نضمه ولا فتحه النهاردة يعني أنا لاقي فيه صحوة بشكل كبير جدا من قبل أساسة السودانيين وفيه على فكرة مفكرين كبار ومثقفين كبار في السودان مترقبين للموقف المصري وحطين عليه أمال كبيرة جدا لإني عارفين إن الموقف المصري هنا موقف محايد وليه الشعب السوداني ومصالح الشعب السوداني اللي هي حططها في الأولوية وليس مصالح طرف على حساب طرف آخر يعني مصر النهاردة بتدور على متطلبات الشعب السوداني بشكل كبير جدا دون التدخل الأساسي في الشأن الداخلي السوداني طيب حديثك تفضلت قبل كده بالحديث عن أكثر من مجهود لمصر في محاولات الاستثمار ومحاولات المساعدات الغذائية وكمان المساعدة الفكرية والسياسية والإعادة الإعمار وأدوار كتير الحقيقة عايز أسأل حضرتك يعني حصل وقف الإطلاق النار وخلاص تم الاتفاق إيه الخطوات المتصورة إنها تعقب هذه الخطوة هل القوات دي هتنضم؟ هل هل هيقول لهم عفا الله عما سلف؟ هيقول لهم تعالوا نتحسب على اللفاء؟ إيه؟ هو أولا فكرة القوات تنضم دي هتبقى صعبة صعبة جدا لأن هي يعني حمدتي بيظن إن هو عشرين عاما وهو بيؤسس قوات الدعم السريع فبالنسباله أنا اللي أسسته عنده جيش آه أنا عندي جيش فأنا اللي أسسته بشكل أساسي فبالتالي فيه صعوبة أو فيه خطورة على المصالح الخاصة بقادة الدعم السريع بشكل أساسي فيه عملية الاندماج مع الجيش السوداني لكن أعتقد إن الأطراف سوف تتفق على مبدأ واحد وهو مش عايز أقول تقاسم السلطة بس هيكون فيه نوع من الاتفاق الاتفاق ده أنا شايف إن محوره هيكون إن يقود الرئاسة السودانية المجتمع المدني زي ما حصل في وقت حمدوك بشكل أساسي وأعتقد إن دي مرحلة اللي هتكون تالي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار خاصة في ظل التداعيات الكبيرة اللي إحنا شايفينها وفي ظل برضو انشغال أوروبا بشكل كامل في الأزمة الفلسطينية فمحدش النهاردة مهتم بالشأن السوداني بشكل كبير مش مهتم بالأحداث اللي هي بتحدث مش محدش مهتم بالمجازر اللي هي بتحدث في السودان بشكل كبير جدا في ظل أزمات متلاحقة في هذه إحنا بنتحدث عن 60% من البنية التحتية السودانية تم تدميرها بالكامل إحنا بنتحدث عن اقتصاد النهاردة وصل إلى سالب 12 فبالتالي الاقتصاد السوداني أنا شايف إنه هو انهار بشكل متكامل في ظل الصراع الكبير اللي هو موجود ترجمة نانسي قنقر